تلق من العلماء تعود بالله من الشيطان ضجيل وأصلح لمعتقدك من بينك وبين الله هذا ليس بخوف هذا دين أنت إذا فأت السلطان ليس بخوف من السلطان أنت تدين الله فرق بين الذي يخاف بين الذي يخاف الله ويجيب الله دين الحق تسمع وتطيع ولماذا قال النبي لمن شطي والمكر لماذا لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أنك سترى ما تكره وسترى ما يخالح شرع الله سبحانه وتعالى كل ولي أمن لحسب ما يجب وسترى ما تكره قال بالسمع والطاعة وغذلة علينا وأن لا ننازع الأمر جعل أحد العلماء مسألة التروج على ولي الأمر مسألة عظيم قال وإذا كان لا يحصل بذلك سفق الديناء يعني هذا محادي لا يجوز الفروج عليه إلا بسوء وبعض الجاهل قد يعتقد أن يقول هذا الكلام تقويبا لا الله هذا الكلام هذا الكلام من علماء هذا بكتب العقيدة جعله العلماء الراسفون في العلم من السابقين لا تشوف في النحية فالسابقين من على عهد من تبع التابعين بإحسان جعلوا هذا الأمر بكتب العقائد لماذا؟ من أصول عقائد المسلمين الستة طاعة ولي الأمر واجتماع كلمة عليه إذا مكن الله في الخلبة وغير ذلك لماذا؟ اسأل نفسك اتبع كتب العقيدة من الجهل أنك ستحدث عن شيء وأنت لم تفرأ به كتب العقيدة وكتب السلف الصالح ولذلك ستزيد جهلا وستزيد معدن عن منهج الصحيح وستتلوث وتتلوث لماذا؟ لأنه ليس عندك مصدفة الجرف تلقى كما تلقى السلف وابتعد عن الظلمات والشبهات والتنظيرات التي ما أنزل الله في النزل تتاح وتطمئن وتستطيع أن تقبل على الله ببصيرة وعلم وفهم بهذا الدين لماذا قالوا لا تشك عصر من طاح لأن يا علاج الله في القتال شر عظيم شر مستطيل وانظروا كيف يتقفف الناس من حولنا وكيف مصائم إخواننا في كل مستهل تسفك الدماء يا إخواني أصبح من أهول ما يكون أن يتفقده المسلمين دماء المسلمين بكل أرض كراف ورخيصة وتضيع هجرة وصيحات الأرامل والأسلامة تفتت أكهدا وتذيب صفر كل ذلك بسبب البعد عن المند وبسبب البعد عن الدي ولذلك ينبغي لنا أن نحضر من كل أمر وقع به أي أحد من المسلمين وكان خطأهم خالبا منهج السبب الصالح لابد أن نحضر أن نقع بمثل ما وقعوا من الأخطاء وأن نقبل على الله سبحانه وتعالى وأن نكون صادقين أحدث من البذنة حصلت الأرور على بلادنا لابد أن تعرف أن موقفت لابد أن يكون لك موقف أنت كمسلم ليس مواطن ومقيم هنا أنت كمسلم تعيش في بلاد التوحيد ما هو أجيبك اتجاه بلاد الحرمين والبلاد التوحيد لأن المقدسات مقدسات الإسلام والمسلمين ليست مقدسات لأحد ليست لأحد هي للإسلام والمسلمين الكعب للإسلام والمسلمين قدرة المسلمين رسول الله بحضب كل المسلمين رسول الله سيفقيه كل المسلمين الصحابة سيفقيه كل المسلمين ما هو موقع كوسط أول القرار إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن تعلم أنها ما أحاطك الفتنة إلا لتلجأ إلى الله فلولا إذياءهم بأسنا تضرعون ولا تنقصدهم لا يجري دوان يقصدهم تقول لأخرى هناك في أسيطات الحمد للتحنى وين نحن نحن والجنوب المصيبة في الجنوب وين الشرقين والله ما تعلم أقسم لك بالله أن لو المصيبة في قائل من ذلك فجأة أن لو المصيبة في قائل ذلك لأنك التعدل لأن ما حصلت الأزمة التعدل والله أن يفتديك الله سبحانه وتعالى ولو في قائل ذلك وأنت ما تشعر فإذا باللصوص بين يديك ولذلك لا تستهتر بعلاقتك مع الله انتبه من الاستهتار لحق الله هذا طريق الضياع وطريق الظلام أن تستهتر بعلاقتك مع الله سبحانه يفتديك وتفتديك انتبه هذه ليست مصيبة لي أمرنا وليست مصيبة تعيشنا هذه مصيبتنا نحن مصيبة علينا وعلى دمائنا وأعراضنا ومقدساتنا ومقدراتنا ما الواجب علينا الفرار إلى الله جمع الكلمة ألا يتكلم الإنسان من الله بخير قل خيرا أو يسمت إن أعجبك شيء فتكلم بالخير إن لم يعجبك شيء إذا كنت أنت من أصحاب الآواء إن أعجبك شيء فكذبت إما أعجبك شيء فنقول قل خيرا أو يسمت إذا كان في الكلام الطيب عبادة فالصمت عن الشر عبادة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو يسمت كذلك إذا فررت إلى الله ما المقصود بفرار الله المقصود انتفال أمره واجتناف نهي هذا هو الفرار إلى الله وأن تكون صادقا وجلا من الله وأن تستهد بالدعاء والتبرع أن يسجد الله أن يصلح الله لي أمره أن يصلحه وأن يسجده وأن ينزقه البطانة الصالحة الناصحة وأن يسجد المرابطين في هذه الملاد وفي كل بلاد المسلمين لا أقول أدعو لبلادنا فضل أو أدعو لبلدنا أو أدعو لولي أمر إذا كنت صادق ستدعو لولي أمر كل دميع المسلمين المضمن أمة أمة المضمن يفكر بأمته ليس ما فقط في بلدنا حيثنا نقول الله أنه نوصر بإخواننا المداهدين في سبيلك في بلاد الحرمين وفي كل مكان إخواننا في الشام يتجون إلى جعاء ضد المسلمين وكذلك إخواننا في العراق وفي كل مكان وفي اليمن وفي كل مكان لا بد أن تعرف أن الحرب العقائمية وأننا أفتاد في كل مصيبة في جمع التلمن لأن الإزام قد تنسب إلى أهلك لسالة أو إلى أحد من الخلف وتعتبر هذه لسالة من الشجاة والطبيعة لجمع الجليل لا تكون هينة أبدا في مسألتي أن يكون لك أثر في أمتك وبمجتمع أجمع الكلمة وابتعد على الشتات وأكثر على الإقبال على الله سبحانه وتعالى وفي صدق النجوء إليه والدعاء والضرر أن يجبع الله ما بدك سألكم بالله ألا ترون المنكرات حاصلة فينا إسراف في النعم حتى في الطعام والشراب إسراف لا يعلمه إلا الله لا يعلمه إلا الله إسراف حتى في الذنوب والمعاصي والأمهان إسراف في النعم كفران للنعم لأن تسخر في معصي يا سلاك وذلك مؤمن بها بالقموبة والمصيبة والمدهنة أبد أن تعرف أنك استغفر نفسك لجميع المسلمين كن صادق استغفر بخشوف الله أعطي والإضواء للأسلمين الله أعطي لنا ولولاة أمرنا ودخل زائنا ولمشاريخنا استغفر لكل أحد كان لابد أن يكون له أثر لم يكن لهم أثر لا تستغفر له لأن المسيبة قد الله يصيبنا بذنوبه وقد يصيبنا بذنوبك وقد يصيبنا بذنوب زوجتك وقد يصيبنا بذنوب والديك وقد يصيبنا بذنوبك ما هو أعدل استغفر لكل أحد بصدق النقص تريد ان يحرم الله اجساد المسلمين على النار هذه المعنية المسلم الصامح تريد ان يحرم الله اجساد المسلمين لكله بقوله مهنات الله يستغر له ويوجه له سبحانه والدعاء قال الله سبحانه وعني شفعه باحد من المسلمين فينكم التأهل ويعاديه الله من العقوبة العاجلة والآجلة ولا يعادي الا اعداء الله ورسوله هذا الممكن كل عدو اشتركوا في القناة